محلياً يعد العنب من هم الزراعات التي تنتعش خلال هدية الفترة ببلدية السيد الزرق بولاية غليزان زراعي استفادت من عدة عوامل لكن اقتناء البدور من السوق السوداء وغياب الإرشاد الفلاحي من بين الصعوبات التي تقف أمام الفلاحين حمزة زروقي ونجمة بكرش وتفاصيل إنتاج العنب من الشعب الفلاحية الهمة التي عزم فلاحوا منطقة سيد الزرق بولاية غليزان على تشجيعها وتطويرها من خلال توفير كل العوامل وظروف المواتية لتطوير الانتاج وتحقيق وفرة ونتائش هم إذ فاق مردود الهكتار الواحد إلى أكثر من 200 قنطار في الهكتار الإنتاج راح نقول له بس راح يزيد كل عام شوية مدام عندنا الماء وعندنا الحمد لله نشوفه نشوفه للتوسع نحوزه للتوسع هذا المشكلة ماذا بينا لو كنت توسع ماذا بينا لو كنت توسع مع انتان تايلا كانت عندك 400 قطارات يعني 200 قطار 800 قطار عنب مع انتها ماذا بينا تولي 1600 ماذا بينا نغطي حاجياتي لك تغطي ولاية نغطي 4 ولاية أو 5 مشكل البذور التي يقتنيها الفلاح من السوق السوداء في ظل غياب الارشاد الفلاحي أصبحت تقف عطرة أمام تطور هذا الانتاج وفرأتي وكذا مردود هذه الفاكهة الموسمية الفلاحة هذو يعانوا مشكل الدواء يعني الدواء راح يتباع في يشروهم السوق السوداء يعني كان دواء وين يكون بيريمي كان دواء وين كذا نتمنى يعني نتمنى لو كانت دولة يدها كبيرة تعاون الدعم هذا الناس لو كانوا بالدواء تصطير برامجا للإرشاد الفلاحي فيما يخص طريقة استعمال الأدوية والأسمدة في شعبة انتاج العنب التي يتطلب فيها الإرشاد والمرافقة للنهوض بهذه الشعبة الفلاحية الهمة والفاكهة الواسعة لاستهلاك